تتوسع دائرة المواقع المستهدفة تحت ضربات الصواريخ التي تمتلكها الميليشيا الموالية لإيران للتحرك في الأجواء بلعبة باتت تعجبها للاستحواذ على المساحات وتصويب الأهداف لعبة الدرون والطائرات المسيلة مؤخرا تتبع مركز الروابط للأبحاث والدراسات الاستراتيجية مسار الهجوم الصاروخي المتكرر على أربيل واستباحة أمنها بمعلومات خاصة والثق من خلالها نوع الصواريخ التي يعرفها خبراء السلاح أنها إيرانية الصنع إلى بعد من ذلك المدى يوضح المشهد بدقة نيرانة مشتعلة أكدت مصادر أن النظام الإيراني يحرك ميليشياته الموالية في العراق لوضع جو بايدن في أول اختبار والضحية هي الأراضي العراقية سواء الأمينة منها أو المشتعلة تحريك رقعة الشطرنج بدرون ومسيرة وموجهة لتوسع مساحتها من العمق العراقي نحو السعودية الوعد الحق أصحاب الكهف الأمر بالمعروف جميعها مسميات فصائل تحتضن منصات وقواعد الصواريخ الموجهة من العراق معادلة تفرضها عصابة السلاح بضرب جهود الحكومة كلما تقدمت خطوة صوب الجيران والأشقاء لتعمل على تجفيف منابع العلاقات مع العراق بعد عمليتين اخترقت المجال السعودي الأولى في 23 من كانون الثاني من العام الحالي اخترقت المجال الجوي السعودي الثانية بالأسلوب نفسه في 26 من كانون الثاني من العام الحالي أعلنت عنها فصائل وعد الحق الغاية من كثرة الهجمات الموجهة سلاح غير مكلف لا يمكن كشفه بالعين المجرد يرغبه النظام الإيراني لسهولة صناعته والرغبة في امتلاكه في كل وقت استباحة بغداد أرضاً واستهدافاً والتمدد لاستباحة دول الجوار والحدود العراقية السعودية تصعيد التوتر مع الإدارة الأمريكية بإبعاد الشكوك عن الحرس الثوري الإيراني إشباع العقل الأمريكي بصورة هيمانة الاستخبارات الإيرانية بالقرار السياسي والأمني في العمق العراقية توسيع صناعة الانفلات الأمنية على الساحة الإيرانية وتحويلها إلى قاعدة عسكرية أمنية للنظام الإيراني في المنطقة فتح عداد الوقت ليلة ونهاراً لتحقيق الغايات الاستراتيجية في الميدان تمرير الرسائل تظهر قدرة الميليشيا على تحديد أهدافها بدقة واستهداف المصالح الأمريكية صناعة الإيرباكي على يد النظام الإيراني في المنطقة وصمت الموقف الرسمي العراقي إذا أكل هذه العمليات كل ذلك تدرسه وحدة الدراسات العراقية في مركز الروابط لتضع له ما يتطلبه الوضع الراهن أولاً متابعة النشاط الميليشيوي ثانياً تنشيط الجهد الاستخباري واستقصاء المعلومات الدالة على أماكن الإطلاق ثالثاً مراقبة الحدود العراقية السعودية رابعاً التعاون الوثيق مع التحالف الدولي خامساً الانتقال لآلية الرد والمراقبة والتنفيذ المباشر يقرأ المتابع للتطور الفوضوي في المنطقة أنها صناعة نظام الإيراني للزحف بميليشياته في العراق إلى تحقيق المصالح وفق أهوائه ومزاجه والضغط على الإدارة الأمريكية لرفع العقوبات عن طريق استخدام العراق ووضعه تحت حسابات النار والقرار وقطع نسيجه العربي والدولي ما يلمح لخطورة ضياع البلاد كدولة بأكملها إن لم تتوقف سياسة الاستغلال للمصالح الخارجية اخفرEl